هنروح للأخبار المحلية منتخب الشبات اليد يكتسح بوركينا فاس بطولة أفريقيا الحقيقة خبر أسعدني جدا أن نرجعنا تاني لنشاط كرة اليد السيدات والناشئات والناشئين والشبات منتخب الوطن لشبات كرة اليد تحت عشرين سنة موليد الفين واثنين بكريات مدير الفني كابتر رامي عبداللطيف اكتسح منتخب بوركينا فاسو بالنتيجة 51-25 في تاني لقاءات المنتخبين بالمجموعة الأولى من بطولة أفريقيا والتي تلاعب بالفترة من 17-26 فبراير اللي احنا فيه المنتخب كان كسب من برح زنبيا بنتيجة كبيرة 47-18 فضل لنا مطش قوي مع أنجول أنجول بطل أفريقيا الحقيقة والمتصدر المجموعة دي عندنا مطش قوي معهم ان شاء الله نكسب ليه لأ اللي خلينا يعني نحلم وندي للشبات الثقى المنتخب بيضم بين صفوف 16 لعبة وهم ملك طلعت ومريم أسامة ورحمة محمد ونوها عيمن وأمينة شام وصارة يحيا وروان سعيد وشاهد حسام وياسمين وليد وفرحة طارق ومنة الله سيد ويره هاني ومايا وائل ومريم عمر ولجين أسامة وكنزي حاتم كل التوفيق لفريق الشبات لكرة اليد في بطولة أفريقيا مصر تصديب بطولة البريمر ليج للكراتيل سنة عشرين تتا عشرين البطولة اللي تلعبت واللي فاز فيها محمد رمضان احنا بنصادفها السنة جاية ان شاء الله على أرض مصر اتحاد دولة الكراتيل قررت استضافة مصر لبطولة البريمر ليج الدولية في شهر يناير سنة عشرين تتا عشرين يعني خلاص احنا بنتكلم في قل من سنة القرارات ده جي على هامش اجتماع الاجتماع الأسباني أنتونيوس سيبينوس رئيس الاتحاد الدولي مع رئيس الاتحاد المصري الكراتيل محمد الضهراوي في حضور اللواء ناصر الرزوقي نائب رئيس الاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد الأموراتي والأسيوي والبشير شريف نائب رئيس الاتحاد الدولي وشكر الاتحاد الدولي الكراتيل نظيره المصري على نجاح تنفيذ بطولة البريمر ليج اللي فاتت والتي عملت في مصر في شهر 9 اللي فات ونجحت بشكل كبير جدا وتعملت على مجمع الصلاة باستاذ القاهرة وقال مسؤول الاتحاد دولة البطولة دي هتكون هي بداية البطولات الكبرى في السنة اللي جاية ان شاء الله يعني البداية هتبقى في مصر بإذن الله في 20-23 للقراتي العالمي الافريقية للطائرة يمنح مدغشكر وده الخبر اللي احنا قلنا لحضراتكم عليه اتحاد الافريقية للقرات الطائرة يمنح مدغشكر حق استضافة بطولتية افريقية للاندية حلو مدغشكر بدأت تظهر في الصورة يعني دولة افريقية شقيقة وليها طبعا يعني باع في استضافات البطولات مسؤول الاتحاد الافريقية الكبرى الطائرة برئاسة المغربية بوش راح جيج واللي فتحوا مقر الاتحاد الافريقية بالمناسبة في المغرب منذ ايام مقر جديد يعني قرروا اسناد شرف تنظيم بطولتين دوري ابطال افريقيا للاندية ابطال الدوري للرجال والسيدات لدولة مدغشكر الاتحاد الافريقية قال ان بطولة السيدات هتكون في الفترة من 28 ابريل والحد 7 مايو اللي احنا جيد يعني خلاص في شهر 5 هتبقى بطولة السيدات اما بطولة الرجال في 12 و 21 مايو هتبقى بعديها برضو في مدغشكر وقالوا ان مدغشكر لو ما نجحتش في استضافتها او حصل اي ظروف مصر استاند باي جاهزة تستضيف البطولتين ودي حاجة برضو نتمنها ان طبعا البطولة تبقى في وسط جمهورنا وفي ملعبنا فريقنا بإذن الله باستعد زي ما شفنا كابتن حمد الصافي وكابتن ميدو بسلحي وعملين مجموعة كويسة جدا فريق كويس 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 عشان ان شاء الله الاستعداد لبطولتاي افريقية اللي هكون في ابريل ومايو زي ما جبنا لحضراتكم توريخها كده خلص